ونبقى في الأرض المقدسة حيث قام وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الدكتور محمد نجم ووزير السياحة والأثار هان الحايك بزيارة كنيسة المهد بمدينة بيت لحم وكان في استقبالهم الوكيل البطرييركي للروم الأرثذوكس الميتربوليت فينيذكتوس والآباء الكهنة بحضور محافظ بيت لحم محمد طاها وعدد من الشخصيات الرسمية وقد رحب سيادته بالحضور وشكرهم على هذه الزيارة اللطيفة فيما أكد الوزير نجم على أهمية اللحمة الإسلامية المسيحية وقال نحن أخوة في التاريخ والمصير والعيش المشترك همنا واحد ومصيرنا واحد في ظل ما تشهده الأرض المقدسة من مؤامرات محيطة وتهديدات من العناصر المتطرفة